اهلا وسهلا بكم معنا في قناة Coding Bible في الفيديو ده هنتكلم مع بعض عن Just Time Compilation والأهدف Time Compilation اللي موجودين في الأنجلر هنعرفين الفرق ما بين اثنين وType Script Compiler والأنجلر Compiler بيشتغل مع بعض ازاي في حالتين زائد ان احنا هنعرف مين فيهم افضل اوكي طيب تعال نشوف اول حاجة Just Time Compilation احنا شوفنا مرة اللي فاتت او في الفيديو بتاع الأنجلر Compiler بيحول Type Script جافا سكريبت وبرضو Type Script Compiler بيحول Type Script جافا سكريبت طيب لما هو كده هما بيشتغلوا بعض ازاي ده هنحنشوفه في الفيديو ده عندك في جي اي تي او Just Time Compilation اللي بيحصل كالتالي Type Script Compiler بياخد الكود بتاعك كله بيحوله الجافا سكريبت حتى الكود اللي مش بيفهمه في الأنجلر او حتى الكود المكتوب هو بيعمل في ايه لما هو مش بيفهمه بيسيبه زي ما هو يعني مثلا التمبلت بيسيبه كسترينج عادي زي ما هو مش بيعمل في اي حاجة طيب بالنسبة للمسلا الديكوريتور بيحوله لفانكشن ينفع تعملها كل وقت الران طيب ولكن مش بيعمل بها اي حاجة يعني البروبرتز اللي موجودة في الديكوريتور هو مش بيعمل بها حاجة فعالية هو بس يسيبهلك زي ما هي طيب اللي بيفهم الحاجات دي كلها مين الانجلر combiner طيب كده هو الانجلر combiner هيعمل ايه لما الطيب سكريبتو كومبايلر بيحول لكل حاجة جوافة سكريبت هنا بقى نقطة مهمة جدا يجب ان تبقى فهمها في جي اي تي الطيب سكريبتو كومبايلر بيحول الانجلر combiner نفسه من طيب سكريبت لجوافة طبعا انت هتستقرر بلات وتالي ايه اذا ازاي يعني اه هو الانجلر combiner مكتوب بالطيب سكريبت وياخده بياخده زي ما هو بياخد النزاة نفسه المكتب بتاعته المكتب اسمها بياخدها بيحولها كلها جوافاسكريبت وبيحطها مع الملفات بتاعة يعني لازم يبقى موجود ضمن بتاعك حتى في بيتحمل المتصفح عشان كده بما ان هو طبعا المتصفح مثلا زي كروم مش بيفهم طيب سكريبت ونازم يبقى متحمل جواه فبالتالي لازم يكون مكتوب بجوافاسكريبت ولهذا طيب سكريبت بيحول بمعنى انت ملفات بتاعتك النهائية اللي بترفحها على السيرفر بيبقى موجود جواها الانجولر كومبيلر طيب ليه يعني هو اللي بيحصل في جسل تايم كومبيليشن او معلقة حترجم لها في الوقت المناسب علشان الانجولر كومبيلر بيشتغل وقت الرانتايم او وقت مكروم بيبدأ يا من الابليكيشن يعني بيبدأ فعليا الانجولر كومبيلر اللي حاليا جواه المتصفح ومعمول بالجوافاسكريبت يعتبر تمام اه بيحول الكود او سنتاجس بتاعته تمام الى الكود مختلف تانى من جوافاسكريبت برمى فاصبح في ال جي اي تي يعتبر يعني يقدر نقول ان الانجولر كومبيلر بيكتبه جوافاسكريبت وبحول الكود من جوافاسكريبت لجوافاسكريبت تانى تمام بس كود يفهمه كروم اوكي دي معنى كلمة جاست انتايم كومبيليشن او في الترجمة دي تفهم ان كده الانجولر كومبيلر اا مش يعني مش بيشتغل الوقت يعني مش محتاجين نحول الكوفاسكريبت اوكي وبالتالي هو بيعمل او سوري بيعمل كومبيليشن او الكود بتاعك تمام وقت الكمبيليشن وقت يعني هو بيخرج لك الكود جاهز مش محتاج اي ترجمة تانى خلاص هو كده اي بيخرج الكود الجاهز اللي كروم هيشتغل كوبها اهيم هوا كده ازا من تائب كومبيلر ما يشتغلش وم يبعملش حاجة خالص في الاوت حالك ما يحصل اي اي الاوت بالاوت الانجولر كومبيلر بترجم الحاجة اللي تخصه بس يعني بترجم الكود اللي فيه سنتكس بتاعه الكود المسلا الى هيهاندل مثلا او مثلا الكود اللي هيهاندل التمبلت او كاي الانجولر تمبلت كما هتشوفها بعدين. او زي ما هتشوفه في الكورس. بس ده اخره. تمام? وبترجمها من type script وjava script عادي جدا. بعد كده هيجي دور type script بياخد الكود اللي عمله الانجولار او كود الانجولار او كود الانجولار يعمله او تحسين زائد ان هو بترجم باقي الاكواد اللي اصلا مش بتاعت او مش خاصة بالانجولار يعني او مش بترجمها برضو ويعملها تمام? ففي النهاية الكود اللي بيحصل معنا بترجم الحاجة اللي تخصه في الاو تي. وياخد الكود اللي طالع من الانجولار ويعمله وتحسين وبيدورك في النهاية كود جاهز تماما. اوكي? اه على يعني كده كروم بياخد كود جاهز كروم بس يفهمه مش محتاجين اي او مش محتاجين اي او اي مع الكروم نهائي. طيب السؤال بقى هنا. مين فيهم احسن? الجي او اي تي في البروداكشن عندها مشكلتين. الاولى ان انت بتضطر او يعني بيبقى معاك الانجولار الكمبيلر نفسه بتحمل معه الابليكيشن وبيضطر كروم يعمله دونلود. فطبعا ده بياخد وقت زيادة تماما وده بيقصر على البرفورمانس. المشكلة التانية ان كروم بيضطر كمان يقرم الكمبيلر ده ويعمل له اكسيكيوشن هو كمان. فبالتالي عندك كده مشكلتين مع انت فى اي او تي مش معاك الانجولار كمبيلر بتحمل جوه الامليكيشن بتاعك. كمان بيشتغل في الوقت الكمبيلر تايم وكروم مش محتاجة اصلا نعمل الكمبيلر ده خلص. فبالتالي كده الاو تي افضل بكتير. طيب بما ان الاو تي احسن. ليه اعمل الجي اي تي. الجي اي تي افضل بكتير وقت الديفولومنت. ان انت وقت الديفولومنت انما بتجي تعمل مثلا تعديل معين. الملف اللي فيه تعديل بس هو اللي بيتغير. اوكي وعندك الانجولار كمبيلر هيبقى متحمل في اه في كروم. تمام فمش محتاج انت كل مرة تعمل موضوع الجديد. اكثر موضوع جديد. بس انت بتعمل. يعني الامليكيشن بيعمل لك اي اكسيكيوشن. اني الحاجة اللي تغيرت بس جوه كروم. وبالتالي يبقى اسرح شوي. طيب بناء انا عن ايه منحدد في الامليكيشن بتاعنا نستخدم جي او تي ولا او تي? الحقيقة اه حاليا في الاسنوات حديثة اصبح كروم هو المحدد اوتوماتيك وقت الديفولومنت وقت الـ production يجعله لك AOT ولكن لو انت عايز تأكد 100% تمام او متأكد ان هو فعلا مستخدم الـ AOT بنيجي هنا في الـ production بنيجي هنا وبنعمل AOT تمام ده عشان نتأكد ان احنا وقت الـ production يستخدم الـ AOT اه لو خليتها فالس به هو يستخدم GIT سواء في الـ production او في الـ. تمام طيب اه هو محدد على ايه برضو ابو ديالة على ايه ده بيتم تحديده من الـ main.ts وعشان نفهم ده نفهم الفرق مثلا او نفهم اه يعني هنتكلم في النقطة دي عن هنتكلم في النقطة دي لما نفهم في الفيديو الرقم 3 في المرحة لما نتكلم عن الفرق ما بين الـ function دي الـ platform browser dynamic والـ platform browser و الـ function ان هي موجودة اسمها bootstrap application المعمولة جديد بعد الـ standard component تمام وكده نكون خاصة في فيديو بتاعنا وتماني الفيديو يكون اعجبك او انك هاي استفسار تبعثي لنا ما تترددش شكرا جزيلا لاناستمعت.